اهلا وسهلا بكل الاصدقاء والصديقات بداية استهل هذه الحلقة بطرح موضوع مهم للنقاش يتعلق هل تجسس المغرب بنظام بيغاسوس على الرئيس الفرنسي ومجموعة من الصحفيين والشخصيات من طبيعة الحال أشنه يعني قد نطرحوها مجموعة للاسئلة أشنه هو الحافز الذي يدفع المغرب للتجسس على هذه الشخصيات المختلفة من داخل المغرب ومن خارجه وأشنه هي التكلفة المادية لهذا التجسس وكذلك أشنه هي التكلفة هذا التجسس على صمعة المغرب والمخاطر ديالها القانونية والاقتصادية وتأثيرها بشكل كبير على صمعة المغرب داخليا وخارجيا من طبيعة الحال سننبقى مع مجموعة من التعليقات كما هي لأصحابها بدون زيادة أو نقصان وناقشوها من طبيعة الحال ونطلب يعني من المشاهدين أنهم يتفعلوا مع هذه التعليقات وكذلك مع هذا الموضوع بتعليقاتهم حتى نطور هذا النقاش من طبيعة الحال كيفما كتشوفوا التعليق الأول أن المغرب يتصدر العناوين الدولية باستعماله البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس للتنصوت والتجسس على هاتف ماكرون ووزراء الحكومة الفرنسية ونشطاء في حقوق الإنسان وصحفيين المغرب مهووس بموقف فرنسا من قضية الصحراء السؤال هل المغرب يريد الزج بنفسه في صراعات ومشاكل مع شركه الاستراتيجي الفرنسي ومخفية كان أعظم مطبعية الحال أول شيء يريدنا نعرفه كيف هو هذا النظام بيغاسوس هذا النظام بيغاسوس يعني النسخة اللي أولادته كانت تراهن على اختراق الشبيه باستعمال رسائل الفيشين والتي يستقبلها المستخدم في صورة رسالة نصية أو بريد إلكتروني قبل أن يحدث هذا الاختراق المنشود ليبلغ اليوم المستوى الرابع وهو عبارة عن نسخة متطورة ومكلفة يعني مادياً بشكل كبير تعتمد على مبدأ زيروكلي أي بدون أي فعل أو مساهمة من جانب مستخدم الهادف إذا يتم تفعيل النظام وتثبيته عن بعد في الذاكرة الحية للجهاز الذكي هذا سؤال للمغرب يريد جسس على فرنسا وهي قوة اقتصادية وتكنولوجية وكاسم تلقيتها عندها قدرات كبيرة مجال التنصص والتجسس والعمل المخابراتي والمغرب من الدول النامية دي الحوض البحر الأبيض المتوسطين والمسافة بيننا وبينهم يعني على مستوى التطورتين التكنولوجي كبيرة بزارة وجزعمك هذا المغرب هذا ما عارب خطورة هذا الفعل الذي سيقوم به والعقوبات المصاحبة له وكذلك صورة المغرب والصمعة ديالته في العالم وتأثيرها على الاستثمار وقد يخلق واحد طجة من عند واحد الناس للمغرب مع علاقتهم مع فرنسا وطيدة وهي اللي كتعاونه في المشكلة للصحراء ووقفة بيديه يعني العديد من من الأشياء التي تقدمها فرنسا للمغرب والعمل يعني الاستخباراتي المزدواج بين المغرب وفرنسا ويعني وتقديم مجموعة من الملفات التي يعطيها للمغرب سواء في مجال إرهاب أو مجالات أخرى يعني بالمنطقة إلا شيء واحد يكون حمق أو مجنون هو اللي يمكن يبغي جسس على ألمانيا ولا على فرنسا ولا على أمريكان ولا على تصفليون اللي حدانا يعني يبين بأن الأمر مفبرك مفدع من طرف هذا الاتحاد لن تخلق واحد من طرف الجفيرة يعني وهناك يعني في الملموس وهناك أيادة خفية هي التي تسير هذا الملف لا يمكننا أن نساقه وراء أن المغرب سيكون جسس على فرنسا سيكون جسس على هولندا وعلى إسبانيا وعلى هولندا وعلى الأمريكان وعلى اليابان وعنده هو هذه القدرة هذه ونعرفه وضع كيف يجدير في المغرب ندوز للتعليق الرقم جوج إذننا سنقوم على التعليق الرقم جوج والذي يقول علامات آخر الزمن تكذب 16 صحيفة عالمية مستقلة منها الواشنطن باست لندن تايم وتصديق هذا الشخص على كل حال إسرائيل لم تكذب وأوقفت جميع أعمال الشركة التي بعد طبيع المغرب السؤال يعني عنده هذه القوة الكبيرة تجسس على المستوى الإلكتروني أنه يجسس على هذه الشخصيات يعني يعني كان حتى نعطي المغرب واحد كبير أنه يعني واحد شخص خطير وقدر أنه يجسس على هذا العلامة ويعرف أشيء يوقع داخل هذا العلامة حين أنه مشاكل كبيرة يعاني منها المغرب داخل المغرب يعني ونشوفه الأنظمة التي تتدامين بها في المغرب كيفاش نهية داية يعني يعني لا على المستوى المنطقي ولا على المستوى العقلي أن هناك خطة على المغرب يعني لها طراف خفية تريد الزجد بالمغرب وتشوي صورة ديالتو يعني بمشكل كبير لأنه ليس من المنطقي يعني دائما نطرح هذا السؤال ما هي الغاية أن المغرب سيشري هذا النظام هذا نظام بيغاسوس وماذا المغرب الذي يشاريه بوحده أم أن هذه الشركة بعتمون المجموعة للدول العربية ومجموعة للدول العالمية أرى مياه وستة وتسعين دولة وماذا المغرب سيشري هذا النظام هذا ويجس بيع لعب الله والخرين سيشري فيه ما هي تظن أن المغرب سيشريه في فرنسا التي لدي هذه الإمكانيات والمريكية التي لدي هذه الإمكانيات والجزائر التي لدينا لأي حاجة شريناها غدك سبح ديرها ستبقى تفرج فينا يعني المنطق يقول بأن هناك خطة تحاك للمغرب لضرب تحت الحزام ويعني وتشويه الصورة دياته ننتقل إلى التعليق رقم ثلاثة إذن التعليق رقم ثلاثة يقول بعد استشارة يعني مؤسسة سيتزن لايب الكندية عجز الخبراء في إتبات أثر الاختراف والسبب هو أن هذا البرنامج يمسح للقوص تلقائيا والأصعب من ذلك أنه لا يمكن الوصول للكود المصدري وهنا مشكلتهم الشعور بالضعف التام ولديهم الإحبار وبالتالي أي شيء يعد مجهولا هو عدو إذن من طبيعة الحال كما تشوفوا بأن هذا النظام هذا تجسلس هو نظام يعني يمكن تحقيق جميع الآثار المتار تتبع عنه تديرها الجزائر تسقوها في المغرب ولا تديرها فرنسا والأسبانيا ولا يشوفوا أقول لك على المغرب اللي دارها نظرا اللي تشع بالعلاقات وهذا العداء يعني في العلاقات الدولية خصوصا الصراع على المال وعلى الاقتصاد وكتعرفوا بأن المغرب يعني يعني يتجه خلال السياسة في واحد القنط وأنه خدام على الاقتصاد ومن هنا طبيعة الحال هذا العمل الاقتصاد اللي تقوم به المغرب سواء داخل المغرب في جلب الاستثمارات أو في التنمية الاقتصاد داخل المغرب أو في إفريقيا أو في مجموعة من الدول أغضبت الكثيرين ومن طبيعة الحال يعني سويت وجتي ملف اللي يكون مقاد ويتهموا المغرب بأنه يجسس على فرنسا وعلى الجزائر وعلى البوليزاريو وكي تجسس على المغربة وعلى الصحفيين ديال المغربة وكي تجسس على كل شي يعني هو اللي عنده جوجل هو اللي عنده شركة ديال فيسبوك وهو اللي عنده تويتر يعني نوع من 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 ضرب من الجنون أن شيء واحد يصدق أن المغرب يوصل لهدنيه وهذا وكنه يعني المؤسسات الجامعية والمعاهد اللي عندنا بمقارنة مع دول اللي عندها عم كبير في مجال للتزسوس وخبرة طويلة في هذا المجال وكيف كنت تنصت على المواطنين ديالها ما يمكن نقارنه للمغرب بالامريكان وللمغرب بالفرنسا وللمغرب بشي دولة يعني كان عارفوا البلاد وعارفين عشان هو واقع فيها هناك مخطط أكبر يعني وهناك أيادة خفية مثل الحال هذه الأيادي الخفية هي اللي كتمول هي اللي كتعطي الفلوس هي اللي كتشير هذه الجرائد وهي اللي كتدعم هذه المنظمات بش تكتف بش تكتب تقارير خائبة عن المغرب وتشوه الصمعة ديال المغرب ننتقل إلى تعليق رقم ربعك تعليق رقم ربعك يقول بأن هناك تكالوبات بالجملة على المغرب ورغم ذلك لم يسبق للمغرب أن خسر معركة من هذا القبيل حتى وإن حصل هذا فلا توجد واضحة تجرم هذه الأفعال لغياب دلائل تقنية التي يستحيل أن تقتنع بها محكمة وخير دليل تجسس على هاتف أنجيلا ميركل إذا أريد الجسس المغرب أولا نخصه الجسس على البوليزاريو الجسس على الجزائر اللي كتمول في جبهة الجسس على الكابرانة الجزائر اللي كيمولوه هذه خمسة واربين عام ونسبة واربين عام وهم كيمولو في الميليشيات البوليزاريو يعني الحدود المغرب اللي كيحاولوا يختارقها هذا هو الجسوس أما بشغل يجسس على واحد رئيزي للدولة بعيد منه بخمسة الاف كولومتر هذا ضرب من لحمة أراها الميريكان كتجسس على أنجيلا ميركل ورغم أنه أثبتت يعني بالملموس اختراق الهاتف ديالها أجروا معه يعني نحن كنقول بأن هناك يعني دول تتجسس على كل شي ويشهد الناس يجسس علينا في الهواتف ديالنا وفي جوجل وفي تويتر وهذا المطبس اللي كان نضعه في تليفون ديالنا ولا في البيس ولا في الفيسبوك ديالنا ولا في تويتر ولا في انستغرام ولا في الواتساب رأوا يشوفوا يقروا كل شي كثير من هاتف جسوس أنك تكتب لك كونفرساسيون قال كثير مع واحد داخل المغرب ولا خارج المغرب وهذا شي كله يتحول الاسميسه الواتساب ولا فيسبوك ولا تويتر لا انستغرام ولا هذا ويقول لك هذا هذا ستجسس بالعلالي بطيطي فمع ذلك قد المغرب سيشري واحد له الاسميسو برنامج من عند إسرائيل ويجسس بأهلا فرنسا ويجس بأهلا سباني وعلى الصحفيين هذا يدرى موضوع لا يستحق النقاش لأن إذا ستجسس ستجسس لأنه الناس الذين يجسسوا على كل دقيقة نعيشوهم بالتفاصيل ديالها يعني هذا واتخرب أن البشر يقول لك هذه الصحف وهذه المجلات التي تشير بعدها لا لديها تقود لا لديها تاراس لديها فقط أنها يريد أن يحلب المغرب يعتقدون بأن المغرب هذا الزمان هو دابا المغرب يترى نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وهذا ما يغيط لكثير من الأطراف خصوصا الجزائر اللي قريبة منا ننتقل إلى تعليق رقم خمسة إذن تعليق والديبلوماسي أو الاقتصادي أو حتى السياسي وهناك الجزائر من طبيعة لحال وإسبانيا اللي قدمت يعني للتحاد الأوروبي دعوة تشتكي في عمل المغرب وكذلك الجزائر اللي كتنمرا هذه الكابرانات للجزائر يعني كي يجروا أي حاجة يمكن تختار للواحد على البال أنه يقزموا المغرب وبأن ما قدتهم أن المغرب عاونهم خلال حرب للتحرير وأن المغرب اللي حررهم وأنهم يسعون بكل الوسائل هذه الكابرانات هذه لأنهم مقارين تحاجر ومبغيف ولا حدود لوال والهم لهم أنهم يشوفوا المغرب أنه يعني يتجزأ وراه القضية يعني المغرب أرى عايق بهذا الكابرانات وبالألعب لهم ويعني وبالحربائية لهم وبالدهاء لهم وبأنهم استوربعين عام وهم منلوش من تمويل جبهة القوليزاري وديل هذا مولين القياطن والخيام أرى جاء اللحظة المناسبة أن هذا المشكل اللي عندهم دي القبائل ودي الكنوب أن الجزائر يوما ما قد يوقع عليها كتر من ذلك شيء اللي يوقع عليها داما أنها عندها البترول وعندها الغز طبيعي وعندها كل شيء ولكنها تعيش شعب ديالها في الميزيريا والفقرة دولة بحر الجزائر خاصة تكون من الدول الرائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وأنها تسائلة تنمية المنطقة وفتح الحدود مشي تلتجأ باش تشري الدمام ديال الصحفيين وديالجرائي وتعطي الفلوس وتمول في الحمالات باش تحاول إضعاف موقف المغرب الدبلوماسي والسياسي نرى لهم بالمرسل نأتي على نهاية هذه الحلقة شكرا لكل أصحاب هذه التعليقات اللي تفعلنا معها ولقاءتنا تسي جدد في المشاهد تيفي تيفي كل المنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان معكم كالعادة عبد الله لا تبخلوا علينا بدعم القناة ودعم هذا المحتوى قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لاشين يوتيوب وبركاتوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جمع